تعيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي حالة من التخوف نتيجة مناقشة مجلس الأمن الدولي ملف الاستيطان وذلك بناء على طلب تقدم به عدد من الدول العضاء في المجلس وبمبادرة من البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مواقع وعلام إسرائيلية بيّنت أن تخوفة الأبيب من مناقشة هذا الملف في مجلس الأمن سيكون أمرا معادية للحكومة الإسرائيلية وأنه من المحتمل أن يحمل أو يحمل عفوا طلقة بداية فلسطينية من أجل دفع قرار حول وقف عمليات التوسع الاستيطانية بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة خاصة وأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية كان يقف ضد سياسة الاحتلال التوسعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967